أنتوني مودست ودي حكاية حكاية مهمة بقى بصراحة ها أكلم فيها بصراحة النهاردة أنتوني مودست جات له إصابة عضلية في الضم وغيب النهاردة عن مباراة الأهلي ومديام النادي الأهلي شاكك إن الإصابة ممكن تبقى تمزق فهيعملوه أو عملوه أشعة والنتيجة هتظهر خلال 48 ساعة عشان يتأكدوا إنها مش تمزق طبعا لو تمزق فممكن يغيب له شهر ونص ما عرفش بالضبط في الضم بتاخد وقت قديه بس حط متقصد شهر ونص ممكن أكتر ممكن أقل ف يخليك تقعد تفكر لأني كان استعجل جدا في الصف الماضي إنه يشتري مهاجم ليه أنا كنت محتاج مهاجم يلعب معايا في كاس السوبة الأفريق محتاج مهاجم يلعب معايا في الدور الأفريق بطولات أصلي كلها قبل يناير فأنت مش قادر تستنى لحد يناير محتاج مهاجم يبدأ معايا الدوري محتاج مهاجم يلعب معايا نص في نهاية كاس مصري محتاج مهاجم يلعب معايا كاس العالم للأندية فكل ده مودست يا إما بيشاركش يا إما مشاركة خفتة كده مش قوي حتى أعيزي للحظة فمش عايزة لقوم على الأهلي عشان أنا من مكاني هنا أشدت على فكرة بصفقة مودست ومش هتراجع يعني أشدت بيها بحكم التاريخ راجل بيلعب في بروسيدورتوموند راجل كان هداف مع كل ألماني راجل كان بيلعب فيه بطولات أوروبية كبيرة راجل كان بيلعب وهداف كبير مع فرقته مواجب فرنسي لها ممارسة طويلة بيجي لعب في الدوري المصري فطبيعة أتصور وأتوقع أنه هيفرق كتير عن كل لعبي الدوري للمصري حتى لو عنده 35 سنة بالمناسبة يعني والدليل أنه فيه لعيبة أوروبية النهاردة جيو سيرفا بيلعب وعنده 39 سنة وشوية فما تقوليش أنه لعب جاي من أوروبا 35 ده كبير بنزيمها 36-37 سنة وبيلعب كي سنة والنهار داخل على 39 سنة يعني ما فيش ما تقوليش أنا مش بقارن اسم باسم أبقارن على المرحلة العمري فيه لعيبة كتير في أوروبا معده 35 سنة ومو قال له كان مدرس شو كتير 35 سنة وبيقدوا بشكل رائع جدا فما كنتش شاكك أنه هيبدي بشكل كويس والطبيعي أنه الأهلي إدارة وإدارة تعاقدات وجهاز فأنيه هيقوله كده برضه بس الراجل حتى هذه اللحظة إما مش منسجم إما عنده مشكلة بدنية إما عنده إصابات متكاقية يعني فيه حاجة غلط فأتصور إن مودست أتصور مجرد تصور وأتوقع مودست أخره مع الأهل يناير ووارد إن ما تجيش معاك وأنا ما أحبش بس الناس اللي إيه إلحق شوف الأهل مش عارف يجيب لعيبة لا أنا برضه جايب لعيب من دورتموند يا جماعة جايب لعيب من بروسيا دورتموند يعني ما حدش برضه هينفع يلومني كأهلي تمام وأنا جايب لعيب من بروسيا دورتموند بس هو خلاص ما هنفعش اللي عند بقى معاه يعني لو أنت عانت وقلت لا هيكمل آخر الموسم عشان ما طلعش أنا غلطان هيبقى هو دل غلط ما نفعش في يناير خلاص شوف مهاجم بسرعة بديد عشان الأهلي ما زال لديه مشكلة هجومية كبيرة خد الأكبر من دي ده الأهلي لو مودست مش هيكمل معاه في يناير فهو أصلا محتاجة تنين مهاجمين أساسا يعني دي كسة الأهلي